ازايكو? انا شايمية واهلا بيكو في فيديو جديد. لو اول مرة تشفوني ما تنسوش تعملو سبسكرايب او اشتراك وتفعلو خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة ولايك وشل الفيديو مع اصحابكم. اه النهاردة هعمل حزوزة اسويرة زي دي بالخرز. اه سهلة جدا مش بتاخد مننا اي وقت خلص وكمان مش مكلفة خلص يعني مش هتكلفنا غير حوالي مسلا اتنين جنيه. ولو زادت قوي هتبقى اتنين جنيه ونهص كده مسلا. اه وكمان طريقتها سهلة اوي وتقدروا اتبعوها مسلا. يعني لو بعتوها حتى لو بعشرة جنيه هتبقوا كسبانين فيها حلوة. اه الخرز اصلا اللي بستخدموا فيها. يعني هنقول حوالي واحد وخمسين خرزة. وده مسلا العقد بتاع الخرز دوت بخمسة جنيه. ده في اه مية ستة وخمسين خرزة. يعني يعمل معنا تلات وحدات اه مستريح اوي يعني. وكمان هستخدم الخيط اللي زي ده. ده خيط بيستخدموه في الحزازات والتطريس. الشلة منه دي كده باتنين جنيه. برضو مش غالية خالص. مش هاخد منها حتى حاجة كبيرة. يعني انا هاخد منها اه متر وخمسة وعشرين سنتي بس يعني. وبرضا هيعمل لنا كمحزازة ممكن تجيبه لون واحد. يعني مش شرط تعمله آآ الوان مختلفة مع الخرز. يعني ممكن تجيبه لون ابيض مسلا او اسود وتشتغلوا به مع كل الحزازات عينة. فمش هتكلفكوا اي حاجة خالص بعد اقدروا تبدأوا بها مشروع صغنون كده. يعني دايما لما تكونوا عايزين تبدأوا مشروع يبدأوا بالحاجات السهلة اللي مش بتاخد وقت. علشان تقدروا تعملوا منها كتير وما تكلفكوش اوض. وبرضو ايه? ودي انا عاملها بالقفل. ودي من غير القفل يعني دي بس ممكن نلبسها. واحنا نربطها بنفسنا كده عادي. عايزانها كده عايزانها بالقفل براحتكم. هنبدأ بقى ازاي? آآ هحتاج آآ من الخيوط دي اللي انا قلت لكم عليها. هنحتاج آآ واحد طوله آآ متر اهو. بس انا هساويه. تمام? اخلي نصين كده قد بعض وهقص كده من نص يعني هيبقى قدامي آآ اتنين طول كل واحد فيهم خمسين سمتي. ودوا طوله خمسة وعشرين سمتي ده ايه للقفل اللي هو هيتعامل هنا. طيب قبل ما هنبدأ بقى هجيب الاول كده الطرف الاولاني وهعمل ربطة صغيرة. يعني هنقول مسلا حوالي ايه? طولها كده حوالي آآ حداشر ونص سمتي كده اهي. اهي. مش كده اول لان دي بتبقى ايه? اليد اللي هنا زي ما انتم عارفين. طيب. علشان بقى دخل الخرز وما يتعبنيش وهو وانا بعمله بقى لان ده خيط. يعني طبعا احنا ممكن نعمل دي كمان بالاستك اللي هو الاستك الشفاف زي ما عملت لكم حزازات بالاستك قبل كده او بخيط السنورة يعني يعملوها بالشكل اللي انتم عاوزينه. ما عملت لكم قبل كده برضو حزازات من النوع ده هيزهر لكم في حرف الاي او الدايرة البيضة في الفيديو. سنة هعمل المرادي بالخيط. هستخدم اللازق دوت اللي هو هتلاقى عند الموان او عند الناس اللي بتبيع حاجات الديهانات وكده. برضم كده حتة وهجيب طرف من هنا. وهلزق عليه اللازق ده عشان يساعدني بقى وانا شغالة ان هو يدخل في الخرز على طول. نعملت لكم الحركة دي قبل كده في وميدليات بالخرز اللي هي بتاعة فوانيس رمضان. آآ هيزهر لكم في حرف الاي برضو عشان تشوفوه لو ما شفتوهش يعني. اهي. هنقص بس كده. وناخد ميل كده من فوق. حتة كده ميل علشان ايه آآ تدخل معنا في الخرز على طول. ناقت ناحية تانية برضو هعملها. اهو. كده خلاصا هلزقت اللازق ده في الناحيتين. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هجيب او الخرزوية واحدة. وهدخلها اهو. بصو بقى هتدخل على طول ازاي علشان احنا لازقنا اللازق ده مش هتتعبنا خلاص شايفين ده خلاص بسرعة جدا. هجيب بقى الطرف التاني وهدخله عكس اهو. زي ما احنا متعودين اهو هزيب الطرف القسير قدامي. وهدخل التاني كده عكس من الناحية دي. هقص بس الحتة دي عشان بتبقاش طويلة اهو كده وتستهقنا. اهو بصو بيدخل على طول ازاي. طبعا احنا هنا مش هنحتاج نساوي لان احنا عاملين ربطة فوق فهي كده كده ايه الخيوط متساوية لوحدها فمش هنعود ايه نساويهم زي ما احنا ايه آآ بنعمل في كل حزوز. طيب حوز احنا كده دخلنا اول خرزة. هجيب بقى في طرف هنا هجيب تلات خرزات. اهو. ادي تلاتة اهو. وفي الطرف التاني هجيب اتنين بس. وبعدين هجيب واحدة وهدخلها في اليمين او الشمال. مش شرط يعني. اهي هدخل الخيط بقى عكسة. ايبقى انا دخلت تلاتة او اتنين. تلاتة في جنب او اتنين في الجنب وهجيب واحدة هدخلها في اليمين او الشمال. اه. بصوا كده. ايه دي اول شكل اتعامل معانا اهو. المرة دي بقى هجيب آآ خرستين في جنب. اهو. خرستين بس. انا في الاول حطينا تلاتة واتنين. المرة دي هجيب اتنين بس في الجنب ده. واتنين كمان في الجنب التاني. انه كده. الخرص ده طوله خمسة ملي عشان تبقوا آآ مقاسه خمسة ملي عشان تبقوا عارفين برضو. عشان ايه لو حابين تستخدموا نفس المقاس عايزين اكبر وعايزين اصغر هيبقى حلو برضو مش هيقول حاجة. كده اتنين هنا واتنين هنا هجيب بقى المرة دي واحدة. ودي اللي ايه هقفل بيها. اهو. بص الشكل بيزهر ازداد دلوقتي. مش كبقى حلوة جدا. شايفين? هجيب اتنين في الجنب ده اهو. واتنين كمان في الجنب التاني اهو. وواحدة بس هنقفل بيها. الخط ده انا ما كنتش اهو حابة اشتغل بي اهو في الحززات مريحنيش في الشغل. اه لان انا عملت لكم في فيديو عن تجربتي اللي في الحززات هيزهر لكم في حرف الاي لو حابين تشوفوه. فاقلت بقى ايه استخدمه في الخرز هو فيه لمعة كده حلوة. اه هيدي شكل حلو مع الخرز بدل ما يبقى ايه موجود كده مش بدعم بي حاجة وكمان سعره رخيص قوي يعني مش غالي. فهيعمل معاكم شغلة حلوة اوي. اه وهتلاقوا برضو على الفيس اه جروب الاساور. هيزهر اللينك بتاعها هتلاقوا في قائمة الوصف في المسالة الصغيرة تحت الفيديو. لو حابين اه تدخلوا معنا الجروب وتفرجونا شغلكو اللي بتعملو في الاساور على طول. اهلا بيكم هتلاقوا برضو آآ جروب الموهبين ومبدعي الهند ميت برضو لو حابين تورونا شغلكو في اي آآ مجال تاني غير الحززات. آآ اهلا بيكم برضو. طبعا انا بدخل اتنين واتنين وبقفل بواحدة. ايه اول مرة بس اللي بتبقى مختلفة بعدين آآ بندخل اتنين واتنين ونروح ايه قفلين بواحدة. ونفضل ماشيين كده لحد ما بنخلصها خلص. نجيب بقى واحدة. بس بقى بمجرد ما خلصت خلص شكلها بقى جميل جدا ازاي? شكلها حلوة اوي. آآ هنعمل بقى من تحت كده ربطة عادية خالص. احنا من فوق عاملين ربطة فهنعمل من هنا ربطة عادية اهي. نزنقها جامد على الخرز. اهو. اسيب صباعي كده وشن ده هجامد. ترابطت كده. آآ هجيب بقى هو المثبت بتاع الورق ده. وهنعمل ايه بقى دلوقتي? آآ هجيب الخيوت كده هم احنا عندنا خطين بس فهيبقوا ايه رفعين جدا معنا هيبقى شكلهم حلوة بسو. عشان نعمل البرمة دي بقى اهي. هنعملها ازاي? هفضل لف الخيوت كده. انا بعضيها بالشكل ده. اهو. اهو شايفين بلفها ازاي? وانا بلف اروح شدة شدة جامدة كده الفوق. تمام? مش في كل مرة. يعني هنعمل الشدة الجامدة دي حوالي مرتين بس. نعملها مرة كمان. وبعدين نكمل لف عادي. اهو. 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 ونروح بقى ايه? عاملين رابطة. نشدها كده الحاد دي تحت. وهنسيبها. بتفك بقى وبتدينا ايه? الشكل المبروم الحلو ده. بصو. فين شكل بقى جميل ازاي? ايه. زي ده بالزبط. من الناحية التانية برضو نفس الكلام. بصو بقى لما الترافين ادبرموا بقى. هنبتدي بقى نعمل لها قفل المكرامية عادي طبعا اهنا حافظناه بقينا شاطفين فيه. من عندنا اهو خطة له خمسة وعشرين او ممكن تلاتين سنتي يعني زي ما انتم عاوزين. وهنعمل بقى طريقة المكرامية عادي خالص اهو. 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 هتلاقيوا فيديو ليها كده بالتفصيل هيزهر لكم في حرف اي او الدايرة البيضة فوق الفيديو. عشان تعرفوا تعملوها اه ازاي من الاول لحد الاخر. ايه دي خلاص العصولة بتاعتنا خلصت شايفين بقى القفل اللي بيديو بسع طبعا قلت لكم ايه? طريقة هتزهر لكم علشان تعرفوا تعملوه. اه بالزبط من البداية لحد الاخر والتعفيل وكل حاجة. شايفين بقى شكلهم? اهو. ايه دي التانية اللي من غير افلق اهي. تنسوش بقى تعملو السبسكرايب او اشتراك وتفعلو خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة ولايك وشل الفيديو مع صحابكم.